توفي ليلة أمس خمسة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز ببلدية البيوض أين تدخلت وحدة الحماية المدنية للبيوض والمشرية لنقل الضحايا الخمس لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخوين شنافاء بالمشرية كما تبقى الحالة السادسة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات تحت العناية المركزة المسؤولين متسبين في هذا الأمر لأنك عندما ترفع إنشغال وتهدر وتكررش حال مرة ويقعد نفس المشكلة يعني المسؤول هو اللي متسبب فيها بالدرجة الأولى لأنها سايرة الإسعاف قلناش حال مرة ما تصلحش نقص الخدمة ما كانش خدمة لا رانانا هضروع للسحة ثاني الامبرونس ما تكفيش تم اليوم في الفاتح من نوفمبر 2022 استقبال ست ضحايا تسرب غاز على الساعة السابعة وخمسون دقيقة تم تحويل إحدى الضحايا إلى مصلحة الإنعاش بمشرية أما البقية فوصلوا في حالة متأخرة نسأل الله أن يرحمهم ويتغمدهم الحالة المعنية هي لطفلها تبلغ من العمر ست سنوات حالتها حريجة استقبلت فيها لدى مصلحة الاستعجالات الحمد لله كان طاقم الطبي في المكان وقمنا بالعمل صليغ الواجب الحالة انتحة نقوله مستقرة نوعا ما البيوت مدعومة بالوحدة الثانوية بالمشرية هذا اليوم الفاتح من نوفمبر الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة لإجلاء ست ضحايا من جنس أنتها تتراوح أعمارهم ما بين خمس سنوات وثلاثة وثلاثين سنة خمسة متوفين في عين ما كان رحمهم الله وألهم أهليهم الصبر والسلوان تم نقلهم لمصلحة حفظ الجوتث بالمشرية كما تم إجلاء ضحية واحدة في حالة حارجة لمستشفى إخواج شنافة بالمشرية السبب المحتمل اختناق بغاز أحادي الكربون السيء